الكابتن سيد عبدالحفيز اتطمن كمان على حالة المصابين واحنا عندنا عدد من مصابين للأسف سوء الحظ بس الحمد لله الإصابات مش كبيرة للغاية يعني وهتكلم برضو معاكم على الإصابات لكن النهاردة اتتمع الكابتن سيد عبدالحفيز مع الدكتور أحمد أبو عبلى طبيب الفريق الأول لقرأة القدم بالنادي الأهلي والطمن من خلاله على حالة المصابين وموعد عودتهم والبرامج التدريبية الخاصة بهم سواء العلاجية أولا وبعاكات تدريبية أو التأهلية وموعد العودة والتنصيق بيتم بالشكل المعروف دائما حتى في الخلفها شايفين الكابتن سيد عبدالحفيز مع الدكتور أحمد أبو عبلى وأيضا زي ما انتم شايفين كلر طبعا مع المترجم الخاص به والأمور ماشية على ما يرام داخل القرأة الحمراء كالمعتاد إن شاء الله كلها أمور تبقى إيجابية وصالح الفريق الأول من ضمن الأخبار المهمة والسعيدة عودة السلية للمشاركة في التدريبات بشكل كامل عمر سلية من عناصر المهمة جدا في تشكيلة النادي الأهلي وكان جاله طبعا إيجاد في العضلة الأمامية الأمور بالنسبة له كانت جيدة قبل فترة الأجازة دي كان خلاص يبدأ ياخد فقرات كتيرة في مران الفريق وبعد كده بعد الأجازة وشاركا قدر إن هو يشارك في النادي بشكل مميز جدا عبد الرحمن الرشدان ده والورا ده جماعة اسمه أحمد أشرف لعب وسط ملعب ممتاز أبو شعر ده للناس بتشبهه بكاكة البرازيلي نجم البرازيل من اللعيبة المميزة جدا أحمد أشرف اللي وراء اللي وراء كهربة ده لعيب جامد قوي وتقيل وبصير عالي جدا في نص الملعب بيمرر بشكل مميز جدا وحاجة كده ممتازة اتفرجت عليه أكتر مرة في قطاع النشاقين للأسف حظه كان سايق إن فترة فترة جاله رباط صليبي لكن عاد وعاد بقوة وحيكون مستقبل للنادي الأهلي وانتخب مصر في بعض العناصر أدي عبد الرحمن الرجلان أعتقد ممكن يكون موجودة دبيز برضو فيعني أكيد في مستقبل جيد للنادي الأهلي كمان على مستوى اللاعبين الصغار في السن السولية زي ما قلت لكم شارك في التدريبات والأمور جيدة جدا بالنسبة له ومران شارك فيه بشكل كامل أما بخصوص سناء الدفاع المميز للغاية سواء محمود متولي أو محمد عبد المنعم فبيوصله تأهيل تدريبات تأهيلية بالنسبة له ونحن عارفين أن عبد المنعم كان عنده كسر في الأنف أقرر جراحة بيعمل بعض التدريبات التأهيلية واخلاء الأيام حيخش في تدريبات الجامعية مع الفريق يعني مش مضمون قوي الصورة دي مهمة دي جهاز من الأجهزة قبل ما كامل متولي يعني منخصصة لتطوير مهارات اللاعبين سواء على مستوى الرأس أو على مستوى القدم هتقول لي هو لسه اللاعبة هتتعلم في السن ده في المرحلة دي لعبة فريق أو النادي الأهلي لا لعبة الأهلي ما شاء الله عندهم كانت كبيرة جدا لكن دايما التطوير يا جماعة مهم يعني ما فيش لعيب بيوصل لمرحلة يقولك أنا كده أحسن حاجة في الدنيا لا أكيد عندي نواقص تشتغل عليه ده جهاز من الأجهزة المميزة جدا اللي وفرته قدارة النادي الأهلي بناء على طلب كولر المدير الفني للفريق والأكيد حيأتي بسمار إيجابية جيدة جدا بالنسبة للفريق يعني بصراحة وبنسبة لتطوير الجوانب الفردية والمهرية عند بعض من لعاب الفريق الأول لقرة القدم فأنا عجبني أقول راجل بصراحة يا جماعة بادي بداية ما فيش أحسن من كده اهتمام وشغف غير طبيعي بالمناسبة كان فيه ناس تقولك إيه تقولك الراجل بقى له سنتين ما بيمرنش وسنتين قاعد في البيت فأكيد نسي بقى لأساليب الحديثة في التدريب ونسي التاكتكس الجديدة والكلام من ده أنا كنت بشوف بصراحة إن ده في حد ذاته أكبر دافع بالنسبة له إنه هو وحش كرة القدم أنت دايما ساعت كده أي شغلانة يعني في الدين أنت باعيس تفصل شوية عشان توحشك الشغلانة دي ترجع تأدي فيه أحسن من الأول فما شوف إن ده كان عامل إيجابي جدا جدا للكل الراجل راجع بشغف كبير لكرة القدم بيشتغل بشكل مميز أوي نتمنى له رب كل التوفيق لكن بالعودة لإصابات اللاعبين في النادي الآلي فمتولي أو عفوا محمد عبد المنعم قلنا إن لسه موقفه مش متحدد بشكل نهائي بخصوص لحاكم مقاولون العرب ولا لأ هنشوف الكلام ده خلال فترة جاء لكن هو بيؤدي بعض البرامج التدريبية أما بخصوص متولي إحنا عارفين إصابته كتف العضب الخلفية في معسكر المنتخب والإصابة مدة بتاعتها من 4 إلى 5 أسابيع بالكتير فيعني فيه متابعات دورية لحالة متولي وبرامج علاجية وتأهلية وجلسات تدريبية كمان في الجيم نتمنى له رب الشفاء العجل لأنه أحد العناصر المميزة جدا من الناس اللي حظهم سيء لكن أكيد عودته هتكون مهمة جدا بالنسبة لفريق النادي الآلي وأكيد عندنا عناصر كمان أكثر من رائعة داخل الصفوف في قلع الحمراء لكن أكيد الخيارات كلها أمام كولر هو ليقدر يحدد من يلعب ومن ما لعبش لو بتتكلم عن مستوى الدفاع عندك رامي رابعة موجود أيضا أشرف مش جاهز للأسف عنده أصابة في ياسر إبراهيم طبعا من العناصر أصحاب الخبرة زي رامي رابعة في محمد هاني لو تفتكروا اتجرب في المباراة بتاعت الداخلية كولر لعبه كسنتر باك وهو يعرف يلعب رجله بشكل كويس أوي طبقا لرؤية وفكر كولر فدي كلها خيارات متاحة ربما كنتش نسيت حد يعني في خط الدفاع في عبد الرحمن الراشدان مثلا الوافد الجديد من دجلة كل القرارات دي أكيد كولر هو اللي بيتحكم فيها طيب ده بخصوص تدريبات الأهل النهاردة